جاء اللقاء الذي جمع وزيري الخارجية تركي مولود شاوي شوغلو والإيراني حسين أمير عبداللهيان في أنقرة في لحظة تشهد تطورات وتقلبات إقليمية بارزة وحضر في اللقاء التعاون بين طهران وأنقرة في مختلف المجالات والقضايا الإقليمية والدولية على رأس التقارب التركي السوري وصد حديث أيضا عن قرب عملية برية تركية في الشمال السوري أكد الوزيران أهمية استقرار سوريا وضرورة التعاون الاستخباراتي بين دول المنطقة لمحاربة الإرهاب وسبقت زيارة عبداللهيان لأنقرة زيارته لكل من لبنان وسوريا وترحيبه بالحوار بين دمشق وأنقرة وتأكيده أيضا أن طهران تدخلت لمنع تركيا من شن هجوم على شمال سوريا أي دور إذن لإيران على خط التقارب التركي السوري؟ وهل بالفعل تمنع المخططات التركية الشمال سوريا؟ وما هي أبرز القضايا المشتركة بين طهران وأنقرة؟ للنقاش ينضم إلينا من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق مشتبي فردوسيبور أهلا بك سيد مشتبي يعني سيد مشتبي كيف يمكن أن تصف الدور الإيراني على خط التقارب التركي السوري؟ ما الذي يمكن أن تقوم به طهران في ظل هذا التباعد لأكثر من عقد؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام أعتقد أنه التنصيق الوسيق الموجود ما بين طهران وأنقرة وإبن روسيا من خلال المسار الأسطنى من زمان يعني من بداية الأزمة التي حدثت في سوريا أعتقد أن هناك تنصيق ثلاثي ما بين هاتين الدول الدولة الإيرانية وأيضا التركي وأيضا الروسي وأيضا هناك تنصيق ثنائي ما بين إيران وأنقرة بخصوص تعذيز وتقوية العلاقات ما بين سوريا والتركي كما تفضلتم في الموضوع خاصة في اللقاءات الحصعل ما بين كل الدولتين يعني دولة تركيا وأيضا الدولة السورية في موضوع الاستخبارات أو المدراء الاستخبارات وأيضا الأمن الموجود ما بين كل البلدين في لقاءات الأخيرة التي حصلت في روسيا هناك ما تبضل طهران من غصى جهدها في هذه القطة أن يكون هناك طولة الحوار المشترك في مجال الأمن في مجال استغرار الجيش المشترك على حدود المشترك أن يكون هناك اتفاقات حسب ما كانت في سابق العلاقات المشتركة لكن سيد مجتبى وزير الخارجي الإيراني أأكد نفس الحديث ونفس السياق الذي أشرت إليها أن طهران تدخلت لتوطيد هذه العلاقة وأيضا لمنع تركيا من شن هجوم بري في شمال سوريا ما جدوى إذا كانت تركيا الآن تلوح بشكل أكبر بأن هذه العملية قريبة أين هذا الدور الإيراني وحتى الروسي لا أعتقد بأن تركيا في هذه المرحلة خاصة فيما يتقارب من الانتخابات الداخلية هناك حاجة ملح من طرف أنقر أن يكون هناك توطيد أو إذا صح تابير تعزيز العلاقات مع سوريا ويخفف من الوطيرة أرد التلويح بالعملية العسكرية يدلل على بعد المسافة أكثر بين دمشق وأنقرة بعد الجهود الأخيرة صحيح أنه هناك موجود دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون هناك تفاهم ما بين أنقرة وواشنطن وهناك اختلافات ما بين كل البلدين في موضوع الشمال السوري أعتقد جزء بسيط منها الاختلافات الموجود ما بين جانب السوري وأيضا التركي إذا يعتمد جانب التركي على أن يكون هناك سلطة الجيش السوري على حدود المشتركة مع تركيا سوف ترضى على أن يكون هناك العلاقة المشتركة أو التنصيق المشترك بخصوص مكافحة الإرهاب الموجود أو الخطورة الإرهاب الموجود الذي تحكي عنها أنقرة عن طريق أراضي السورية يعني كانت دمشق قالت أن شرطه هو احترام وحدة الأراضي السورية وزير الخارجية أيضا السوري فيصل المقتد قال لا تقارب دون إنهاء ما سماه الاحتلال العسكري التركي في شمال سوريا بالنسبة لطهران هل تدفع طهران أنقرة لقبول الشرط السوري أم دمشق لتخفيف هذه الشروط أعتقد أن هذا الشرط شرط سوري وشرط محترم جدا أن تحترم كل الأطراف المعنية في موضوع الملف السوري أن يكون هناك سيادة أو احترام إذا صح تابير الاحترام سيادة الموجود على كافة العراضي السورية أن لا يكون هناك عراضي سورية تحت احتلال أي دولة شرط محترم جدا طرح هذا الموضوع في اللقاءات خاصة في اللقاء أخير لما علي وزير الخارجية مع فخامة الرئيس بشار الأسد وأيضا نظيره السوري بأنه هناك شرط لتعزيز العلاقات أو التوطيد في موضوع اللقاءات المشتركة القيادات التركية السورية بأن لا يكون هناك احتلال التركي على أعراض السورية وطبعا أعتقد أنه في مفاوضات مشتركة ما بين إيران يعني ما بين وزراء خارجية إيران تركي أن يتفاوضون عن الملف السوري وفي هذا الموضوع أن يكون هناك ترقيب جانب التركي أن لا يكون مشرف على أعراض السورية أن يكون داخل أعراض السورية أن يكون هناك تنصيق بما كانت في اتفاقات سابقة ما بين سوريا وتركيا أن يكون جيش دول كلا الدولتين أن يكونوا على الحدود وأن يكون سيطرة الجيش وأن يكون تحت إطار الأمني من أطراف أمنية عسكرية وجهات معنية من كلا الطرفين يعني جانب السوري وأيضا التركي أن يكونوا مسيطرين على الإشراف الأمني على الحدود المشتركة وهنا السؤال يعني ما هي نقاط الالتقاء بين أنقرة وطهران بالنظر إلى الملف السوري وكيف يمكن البناء على هذه النقاط سيد المشتبه أعتقد بدنا ننظر إلى الملف مسار الأستانة في ملف المسار الأستانة كانت هناك موضوع مكافهة الإرهاب على أعراض السورية أولا ومن ثم كانت رفع الاحتلال عن الداعش أو ما تبقى من الداعش ودواعش وجبهة النصرة على موضوع الفرات الشرقي الذي كان موجود في هذه المنطقة وثالثا أعتقد أنه شيء المهم من طرف أنقرة هو ملف اللاجئين السوري الموجودين على الأراضي التركية أن يكون هناك تعاطف جانب السوري لمراجعة اللجوء السوري الموجود على الأراضي التركية وأن يكون هناك الشراكة المشتركة السورية التركية في مكافحة الإرهاب الموجود على الأراضي كلا الحكومتين أو الأراضي السورية التركية وخاصة في ملف الكردي لأنه هناك تخويف من جانب التركي في ملف التركي ودائما الجانب التركي تحكي عن الموضوع البيكاكا أو الإرهاب الموجود أو متخوف منها الجانب التركي الموجود في أراضي السورية أعتقد أنه إذا تفتح المجال للحوار المشترك الذي فتحت هذا المجال بمسعى إيرانية وأيضا الجانب الروسي بتقارب جانب الغيادات الأمنية والاستخباراتية أن تفتح المجال أن يكون يمضى قدما للأمام في هذا المجال وأن تفتح المجال للدبلوماسيين وشراكة الحوار الدبلوماسي المشترك ما بين جانب التركي والسوري وأن تبدأ بالتفاهم المشترك ما بين كل البلدين مجتبى فردوسي بور الدبلوماسي الإيراني السابق كنت معنا من طهران شكرا جزيلا لك